التقى قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق تركي ابن بندر ابن عبد العزيز جاء ذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والاحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية حيث عقد قائد القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ناثنائية تناولت عددا من الموضوعات المشتركة واشاد الجانبان بالتعاون المثمر في دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات في كافة المجالات وقدم الفريق قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيره السعودي بافتتاح الكلية وما تضمنته من منشآت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجانبين